ننتقل بعد الوقت لجريدة الشروق ومراسلتنا العزيزة روزان نصر نتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع يا روزان صباح الخير عليك ونورتي مكانك مرة تانية بقالك فترة مش معنا وخليني أبدأ معاك لأن المنشط الأولاني يمكن أنا كنت أتكلم أصلا في تفاصيله في بداية الحلقة لما قلت عن القابلة يعني أو المبرامة بين الهلال السعودي وتشلسي والمفاجآت ومفروض الخبر بيتكلم عن أن الهلال بيسعى لمفاجآة فعلا تشلسي وتحقيق فوز تاريخي فده لو حصل يعني أعتقد حيبقى فعلا أمر تاريخي خلينا نعرف منك تفاصيل الخبر تفضلي بصبح عليك يا نهواند وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد فقرة صحفية جديدة يمكن ده أبرز خبر معنا يا نهواند بالفعل النهاردة هنبدأ به من جريدة الشروق الليلة في مباراة نصف النهائي الهلال يسعى لتحقيق فوز تاريخي في مونديال الأندية مباراة صعبة جدا طبعا يلتقي الهلال السعودي مع تشلسي الإنجليزي على ملعب محمد بن زايد بالإمارات ضمن منافسات الدور النصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية ويخوض الهلال مباراة اليوم بعد التفوق الكبير في دور ربع النهائي على فريق الجزيرة الإماراتي بنتيجة ستة واحد وهي الأكبر في تاريخ المسابقة ومن بعدها طبعا سقف تموح الهلاليين ارتفع بعد هذه النتيجة أمام الجزيرة الإماراتي حيث يتطلع الفريق إلى بلوغ النهائي على حساب بطل أوروبا من جريدة الرياضية ليفر بول يعيد صلاح بجلسات صغيرة أوضح يورجين كلاب مدرب فريق ليفر بول أن محمد صلاح تجاوز إحباط خسارة مصر طبعا في نهائي كأس الأمم الإفريقية وعاد إلى النادي المنافس في الدولة الإنجليزية الممتاز استعدادا لمواجهة لاستر ساتي وأبلغ المدرب موقع ليفر بول بأن صلاح محبط للغاية بالطبع لكننا نتطلع إلى كل الأشياء التي تنتظرنا ويحتل ليفر بول المركز الثاني في ترتيب الدولة الإنجليزية بفارق 9 نقاط خلف منشاستر ساتي المتصدر بينما لاستر ساتي في المركز العشر من موقع كورا بوكبا يهدد مستقبل ديمارية يهدد بول بوكبا لعب منشاستر يونايتد الإنجليزي مستقبل ديمارية ناجم باريس سان جيمان وذكر التقارير أن إدارة بي أس جي تريد تدعيم صفوف الفريق بلاعب وسط هجومي وأضافت أن الخيارات بين لوكس باكيتا لاعب ليون وبوكبا الذي ينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري ولفتت أن هذه الصفقة تجعل باريس سان جيمان مترددة بشأن تجديد عقد ديمارية الذي سيحتفل ببلوغه 34 عام الأسبوع المقبل ويستعد باريس سان جيمان لخوض مواجهتين من العيارة الثقيل أمام ريال مادريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وأخيرا من سكاي نيوز عربية بمليار دولار الانتقالات الشتوية تعود لمستوى ما قبل كورونا عادت سوق الانتقالات الشتوية في يناير إلى المستويات التي كانت عليها قبل وباء طبعا فيروس كورونا بعدما أنفقت الأندية نحو مليار دولار خلال هذه الفترة حسب تقرير نشرة الاتحاد الدولي لكرة القدم وتم انفاق 1.3 مليار دولار في يناير بزيادة 74.7% مقارنة مع فترة يناير 2021 وللمقارنة في عام 2020 وقبل الوباء مباشرة تم انفاق 1.6 مليار دولار في يناير مقابل 1.1 مليار دولار في يناير 2019 وقال فيفا في بيان له عاد نشاط سوق الانتقالات تقريبا إلى مستويات ما قبل وباء فيروس كورونا دي كانت أبرز بأهم الأخبار هنا من جريدة الشروق شكرا لكي وعودة لكي مرة تانية أنا هوند أنا كمان بشكورك جدا على هذه التغطية زملتنا العزيزة روزان نصر